دشنة سلفادور مؤخرا أكبر سجن في أمريكا اللاتينية يوصف بالمرعب والأكثر رعبا هي الطريقة التي أدخل فيها السجناء إليه. سجن تيكو لوكو. ما يدخل إليه لا يخرج أبدا. هذا ما تقوله السلطات السلفادورية لأنه مخصص للإرهابيين. وهو في إطار خطة الرئيس نجيب أبوغيلا الفلسطيني الأصل لمكافحة عصابات تنشر الرعب في بلاده كما يقول. حكومة السلفادور نقلت الألاف ممن تصفهم بأعضاء عصابات خطرة إلى سجن عملاق. تزيد مساحته عن 410 ألاف متر مربع. يتسع لأربعين ألف نزيل. وذلك بعد حملة مثيرة للجدل لاستهداف الجريمة. أدت الارتفاع عدد نزلاء السجون في البلاد. السلطات السلفادورية نقلت أول دفعة مكونة من ألفين معتقل. وفي مقطع فيديو نشر أبو كيلة شهد سجناء مجردون من ملابسهم. إلا من سراويل قصيرة بيضاء. حريقوا الرؤوس بمشوم كثيفة. وهم يركضون عبر ممرات السجن الجديد للعملاق إلى زنازينهم. السجن أطلق عليه مركز احتجاز الإرهاب كاسم رسميا لأكبر سجن في الأمريكيتين. حيث يتم حبسهم في زنازين خرسانية محاطة بقطبان فولاذية سميكة. تم تحميل السجناء في حافلات وأيديهم وأقدامهم مكبلة بالأغلال. وفي طريقهم إلى السجن الجديد تيكو لوكا. في قافلة ترافقها المروحيات. الذي يقع على بعد 74 كم جنوبية شرقية العاصمة سان سلفادور. يتكون من ثمانية مباني المصنوعة من الخرسان المسلح. وكل مبنى به 32 زنزانة تبلغ مساحتها حوالي 100 متر مربع. مصممة لاستيعاب أكثر من 100 نزيل. وتحتوي كل زنزانة على حوضين ومرحاضين فقط. عن هذه الصور وعن ذلك السجن. يغرد الرئيس وكيلة عند الفجر بعد إتمام العملية. يقول في عملية واحدة قمنا بنقل أول ألفي سجين إلى مركز حبس الإرهاب تيكو لوكا. وهو أكبر وأضخم سجن في الأمريكتين. وسيكون هذا منزلهم الجديد. حيث سيعيشون لعقود. ولا يستطيع إلحاق أي ضرر بالسكان. السجن الذي أمر بإنشائه الرئيس السلفادوري نجيب أبو كيلة. وافتتحه بنفسه قبل عدة أسابيع. هو معد لإحتجاز أعضاء العصابات الخطرة. يصفهم بأنهم إرهابيون. وضعوا فيه لمنع هروبهم. تحيطه عدة حلقات أمنية. سياج المكهرب بقوة 15 ألف فولت. وحراس السجن من الجنود والشرطة. للسيطرة على المحيط من خلال 19 برجا للمراقبة. إضافة لدعم 50 من أفراد الشرطة المدنية الوطنية. لعمليات التفتيش التي تحدث بشكل دائم. وهو مزود بتكنولوجيا عالية أيضا للتعزيز من المراقبة. بحسب منظمات حقوق الإنسان. تقول أن الأبرياء قد وقعوا ضحايا لهذه السياسة. بما في ذلك العشرات الذين لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز. لكن حملة بوكيلة المناهضة للعصابات. ما تزال تحظى بشعبية كبيرة لدى السلبادوريين. وصرح وزير الأمن في البلاد لرويترز. أن الحملة ستستمر حتى القبض على جميع المجرمين. كان الرئيس نجيب بوكيلة قد طلب من الكونغرس. في البلاد الموافقة على حالة الطوارئ في مارس من العام الماضي. بموجب ذلك قد شرع له انطلاق عملية أمنية واسعة من حوالي عشرة ألاو جندي. حاصروا مدينة سويا بانغو في السلبادور. كجزء من حملة واسعة النطاق ضد العصابات. واعتقلت أفراد من الشرطة وأفراد من الجيش أكثر من 64 ألفا من المشتبه بهم. وقامت بتطويق المدينة. بينما تم تكليف فرق الإنقاذ من الشرطة والجيش. وذلك بإخراج جميع أفراد العصابة واحدا تلوى الآخر من المدينة. ونقلهم إلى ذلك السجن الحصين. من شاهد وسمع بافتتاح أكبر السجن في الأمريكتين ونقل السجناء. جاء تعليقاته كالتالي. هنا مثلا سليمان علي يقول. هنيئا لهم هذا الإنجاز العظيم. وعقبال عدنا لتنظيف البلاد من المجرمين والارهابيين والسياسيين الحرامية. أما هنا علي آخر يقول. لو وفروا تلك الميزانية لبناء المدارس ومرافق الثقافة. ومتنفس سياحة للجميع. وتوفير بعض تسهيلات المشاريع الصغرى لانتهت الجريمة. لا تقتل البعوض بل جفف المستنقعات. هنا سعيد أكنو. كان عليه أن يزيد الأعمال الشاقة كبناء الطرق والسكك الحديدية. وحفر الأنفاق. لأن طاقة هؤلاء المجرمين لا يمكن هدرها. أمين العمري. العرق تساس يقول. المسؤول العربي حتى لو راح المريخ. أول مشروع له هو السجون. عشان يعيد تربية الشعب بالقوة. شكرا لمشاهدتك تراندينغ. سنسعد باشتراكك بالقناة. ومشاركتك لقصصنا. وإعجابك بها. وتعليقك عليها.